المواطن الموصلي تعب من المفاجآت ومن تمزيق الشارع الموصلي ويطمح إلى أن تكون انتخابات موحدة نزيهة ويعطاء فرصة للدماء الجديدة ولكل من هو وطني وشريف ليقدم لهذه المحافظة المنكوبة ونأمل أن تكون قائمة واحدة ومحافظة واحدة حتى يرجع التعايش السلمي والتنوع القومي والطائفي والديني نقضي على هذه الشغلات العنصرية والإقليمية احتمالي على قسم أطراف خارجية أو داخلية ترغى في تفكيك وتمزيق محافظة نينوى لأغراض انتهازية أو مصلحية أو أغراض أخرى المفروض المحافظة محافظة نينوى الطيف السلمي والتعايش السلمي يبقى موجود ومحافظة على ألوان هذا الطيف في هذه المحافظة العريقة هو الضرورة باتخاذ قرار يرجع لازم يصير أنت أخذ الآراء المناطق السكنية أو الشعب المتعايش بذلك المناطق أخذ الرأي استفتاء استفتاء موجود هذا يعني نظام أطراف فيه دوليا وعالميا وعراقيا في حالة اقتطاع أي جزء من الموصل يعني يأخذ رأي الأغلبية أو المنطقة السكانية في تلك المنطقة الناس فينا ويرغبون في أن يبقون أيد واحدة متماسكة ومحافظة واحدة تتمتع بكافة الحريات في الأديان والأقليات والمعتقدات والله هذه محاولات يعني كلها مو صحيحة لأن إحنا أهل الموصل التعايشة اللي بياناتنا من العربي من المسيحي من الكردي من الترخماني متعايشي كلتنا متخالطين وإحنا بالحال كلتنا واحد فما نتجزأ أو نتفرق هذا الشيء مو صحيح يعني نعتبر لازم نقف وقفة واحدة ونعارض هذا الشيء لأن هذا الشيء مو صالحة للموصل كلها مخططات خارجية هذه ضدها العراق وها النينوة ومعنطي مجال لأي بشر يدخل بخصوص العراق ومحافظة النينوة